البراء بن مالك لما أخته الربيع شوي ضه مصكة طقت واحدة كسر الضرسة زيه فاشتكت أو اشتك أولياؤها عند النبي صلى الله عليه وسلم وذا جاء يعني كسر الضرسة طقتها الربيع ضربتها فاستدعى النبي الربيع فأمر النبي أن تكسر المرأة ضرسي الربيع واحدة بوحدة الضرس السم بالسم فسمع البراء أخوها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتكسر ثنية الربيع يقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم ثنية أختي تكسر قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم السن بالسم قال والله لا تكسر قال ايش والله لا تكسر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم شوي والمرأة مع أهلها قالوا بس هونا ما نبي نكسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل لو أقسم على الله لأبره ومنهم البراءة فهو ما كان يعاند الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول له والله ما تقدر أو ما خليك أو لن أسمح لك لا 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 وإنما أراد أنه لثقته بالله تبارك وتأنه لن يكسر ضرس الربيع أو ثنية الربيع لن تكسر فأبره الله وكان البراء بن مالك بعد ذلك في معركة فتح تستر في عهد عمر رضي الله عنه لما حاصروا تستر وتعبوا في حصارها بلاد الفرس جاءوا إلى البراء وقالوا أقسم على الله أن ينصرنا يعني الله يبر قسمك ويقبل منك أقسم على الله أن ينصرنا فرفع يديه وقال اللهم أني أقسم عليك أن تنصرنا واجعلني أول شهيد يبين لك الصدق الرجل ولا لو غيره يا الله أنك تنصرنا وعدين تمشيش داوين ناس ترى أنا اللي دعيت وأنا اللي كذا لا 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 ناس فيهم صدق مع الله تبارك وتعال قال واجعلني أول شهيد وفعلا استشهد في تلك المعركة رضي الله عنه ونصرهم الله جل وعلا